هل سيلحق اتفاق الحديدة بسابقيه وهل ستكتفي الأمم المتحدة بتسجيل الخروق الحوثية المتتالية تاريخ الميليشيات الموالية لإيران في نقض الوعود وعدم الالتزام بالاتفاقيات لا يبعث على التفاؤل من هنا جاءت تحذير اليمني من انهيار اتفاق الحديدة بعد تعنت الحوثيين ورفضهم الانسحاب من المدينة ومرافئها وزارة الخارجية اليمنية قالت ان قوات الامن المحلية التي يفترض ان تشرف على امن مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة هي القوات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا واضافت ان تعنت الحوثيين وعدم التزامهم بسحب ميليشياتها من المدينة ومرافقها قد يؤديان الى افشال اتفاق الحديدة لم تنفذ الميليشيات الحوثية حتى الان شيئا من اتفاق السويد المتعلق بمدينة الحديدة والذي ينص على انسحابها من موانئ الحديدة رغم ان المدة الزمنية المحددة لعملية الانسحاب من الموانئ الثلاثة على وشك الانتهاء هو تكرار للنهج الحوثي المعتاد لا عهد ولا ميثاق ولا التزام باتفاقيات مبرمة فاتفاق السويد ينص في مرحلته الاولى على انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال اسبوعين من وقف اطلاق النار الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر ميليشيات الحوثي حاولت التحايل على الاتفاق واستبقت انتهاء المدة الزمنية بلعبة سرعان من كشفت حقيقتها تسليم ميناء الحديدة من حوثيين يرتدون ملابس مدنية لحوثيين تخفوا تحت غطاء زي قوات خفر السواحل فالدفعة العسكرية التي اعلنت ميليشيات الحوثي عن تخرجها قبل شهر في محافظة الحجة هي التي تسلمت الميناء من الحوثيين على انها قوات محلية محايدة هكذا اذا قيادات الميليشيات تسلم وتتسلم ادارة الميناء من نفسها الى نفسها مسرحية هزلية هزيلة كما وصفها يمنيون لكنها كشفت نوايا المتمردين تجاه اتفاق السويد الذي رعته الامم المتحدة وتبناه مجلس الامن بالقرار الدولي الجديد الامم المتحدة بدورها شككت في مزاعم المتمردين الحوثيين بالانسحاب من ميناء الحديدة قائلة ان مصداقية هذه الخطوات رهن بامكانية تحقق جميع الاطراف الاخرى منها وزارة الخارجية اليمنية اعتبرت ما حدث في الميناء محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوك هولم بشأن الحديدة واكدت ان اتفاق الحديدة ينص على ان تقع مسؤولية امن مدينة الحديدة وموانئها على عاتق قوات الامن المحلية وفقا للقانون اليمني اي لقوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ينضم إلينا هنا في الاستوديو الاعلام اليمني وديا منصور أهلا بك سيد وديع هل يتجه اتفاق الحديدة كما ذهبت الاتفاقات السابقة التي نكثت من قبلهم ام ان هناك فرصة للامم المتحدة للضغط وتحقيق الالتزام حتى الان المؤشرات غير مشجعة على ما تم الخروج به من استوك هولم للأسف لم ينفذ ولا شيء كانت الامال طبعا تابعنا كانت المعنويات مرتفعة من اطراف مختلفة والسقف كان عالي للأسف حتى الان لم يحصل شيء يشجع على انه هذا الاتفاقات الضمنية الغير موقعة انها ستصمت طويلا يعني لما نشوف اللي حاصل بالضبط تقول انه ما رح يصمت ولكن مسألة الامم المتحدة نعول على الامم المتحدة لدينا اكثر من نموذج نموذج او مثل حول العالم انه الامم المتحدة تكتفي بالتعبير عن السيائها بعدم مشارف ايش ومن هذه التعبير انما التعويل على من وقف وراء هذا الاتفاق وراء ستوكهولم وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا التي دفعت بنعقاد ستوكهولم بالخروج بهذه وحتى بريطانيا بعد ذلك القرار 24 و 51 وميلة ذلك في اشارات واضحة قبل ستوكهولم بان الولايات المتحدة بدأت تقول بشكل واضح ولأول مرة انه لابد ان يتم حل ما يحصل في اليمن عبر طريق الاستياء التفاوض السياسي طيب الامم المتحدة ترى انها ستبقى في اطار الاستياء لن يكون هناك تحرك حقيقي خلال المرحلة المقبلة للضغط على الميليشيات ماذا يتوقع من الاطراف الداعمة لاتفاق ستوكهولم كالولايات المتحدة وبريطانيا فيه خبر سيء وخبر جيد بنفس الوقت فيما يخص بستوكهولم وما تم الخروج من هذه المفاوضات أو المشاورات الخبر السيء انه هش اتفاق هش وتعنت ومراوغات الحوثي يعني صاروا الجماعة اكتر تطاولا يعني اول كان في حدود معينة الآن عيني عينك يعني الفيديو اللي مثلا ظهر والقايد اللي استلم المهمة واللي كان بالخفر السواحل يعني اصبحت الموضوع مفضوح اكثر من اي وقت آخر لكن هناك من يرى ان الامم المتحدة الآن يتكشف لها يعني تحايل الحوثيين على الارض بشكل اكثر وهذا هو الخبر الجيد الخبر السيء هو انه ما في شي بيختلف الحوثيين هم الحوثيين الخبر الجيد انه المنظمات الدولية تعديدا للامم المتحدة مجلس الامن الدولي العالم يعني سمعنا من باتريك كاميرت الى ستيفن دوجاريك الى اكثر من جهة بتقول انه الحوثيين ضربوا بعرض الحيط بما معنا ضربوا بعرض الحيط بهذا الاتفاق هذا خبر جيد هذا اللي يحصل لأول مرة دعا العالم يشاهد هذه الخروقات وهذا التعنت الحوثي اللي ضل الشرعية والتحالف الداعم لها يرددها طيل الفترة الماضية برنامج الغذاء العالمي التابع للمتحدة يعني في انتقاد واتهامات مباشرة للميليشيات بانهم سرقوا مواد غذائية ونهبوها والبعض يعني هذه المواد الغذائية قاموا ببيعها والاستفادة من الاموال هذه اللهجة ربما جديدة من منظمة دولية اتهام مباشر هل نحن أمام تغير لهجة المنظمات الدولية من هذه الانتهاكات أم هي محاولة لرفع العتب عن هذه المنظمة الدولية في ظل انتهاكات كبيرة وواضحة لهم على الأرض في اليمن وهذه كمان نقطة أخرى تضاف إلى الخبر الجيد وهو أنه لأول مرة منظمة الغذاء العالمي تقول بأن الحوثيين يسرقوا المعونات المقدمة لليمنيين بالفعل على موقعها منظمة الغذاء العالمي أشارت أن أجر تحقيق في هذا الأمر توصلت إلى أن يتم بالفعل سرق عندها أدلة بأن المعونات المقدمة للشعب اليمني تسرق وأن هناك تواطئ داخلي حتى في منظمة محلية تتعاون معها مرتبطة بوزير التربية يحل حوثي يحل حوثي وزير التربية يعني يفترض أنه يعني خلاص الأمر من البداية فيه كثير من الأمور بدأت تتكشف وهي متكشفة من قبل ولكن لم يعد بمقدور الجهات الدولية أن تسكت عليها على ما يبدو هو حصل حتى القيادات الأمنية المعينة من قبل الحوثيين بعد عام 2014 أو 2015 لأنه ليسوا ضمن المؤسسات الأمنية بل هم شخصيات تابعة لهم يمكن أنا أتوقع أنه خلال الفترة القادمة 2019 نحن هذا اليوم آخر يوم في 2018 أتوقع في 2019 نبرة الانتقادات للمنظمات الدولية المختلفة تابعة لأولم المتحدة سنسمعها اتباعا يعني كمان حتى الجانب الحقوقي وما إلى ذلك وهذا مؤشر جيد ولكن يعطيك كمان انطباع وهذه نقطة ربما أنا أعتقد باعتقادي يعطيك انطباع أنه فيه دفع لهذه المنظمات الدولية من جهات فاعلة بأنه خلص رفع الحضر الحضر عن الصمت أدينوا وانتقدوا هذه السلوكيات إلى أي مدى يستمر يعني نفس الشرعية الطرف الآخر في الاتفاق في ظل وجود هذه الانتهاكات وتحركات ربما تستفيد من هذه الميليشيات على المستوى العسكري سيد وديع الشرعية بدأت تلوح بشكل واضح عبر مسؤولين مختلفين بالعودة أو بالعودة لاستمرار الخيار العسكري بعضهم من المفاوضين حتى كانوا في ستوك هولم ووزير الخارجية وما إلى ذلك ولكن الشرعية الوحدة ليس بيدها كل القرار هناك فيه جهات أخرى فيه تحالف الداعم لها في الولايات المتحدة بريطانيا لعبين أساسي في الملف اليمني ولكن من الواضح من الواضح أن الشرعية وصلت لمرحلة لم تعد تستطيع فيه أن تستمر بهذه يعني بهذه الانتكاسة السريعة لما تم الخروج به من ستوك هولم كيف سيتم الأمر لاحقا في الأسابيع المقبلة أنا أعتقد أنه ستمارس ستمارس ضغوط مبالغة في التفاؤل أم أنه بالضبط مبالغة في التفاؤل حتى الآن لا نعرف يعني حتى مثلا فيه البعض كم مراقبة نقول البعض يعني حتى استغرب مد خالد اليماني وزير الخارجية يده إلى محمد عبد السلام من الطرف الحوثي وقالها ترجمت بعد ذلك أنه هذا قال للأمين العالم والمتحدة أنه هذا يعتبر بمتابة أخي وما إلى ذلك بإبداع حسنا للنواية لا الأمور لا تتم بهذا الشكل تتخذ خطوة بخطوة خاصة خاصة ونحن ندرك والشرعية تدرك تماما أن الجماعة هادم السلام خيار صعب بالنسبة لهم الحرب هو الخيار الأسهل يعني تريد أنك تتخذ خطوة خطوة معهم وأنت تضغط عليهم يعني ما ترفعش سقف توقعاتك عاليا على طول من المجال المفترض أن تكون هذه الأمور واضحة لمن عمل خلال يعني جلسات ومشاورات سابقة مع الحوثيين عام جديد مقبل اليمن يبحث عن السلام في ظل المحتيات على المستوى السياسي العسكري كيف تنظر إلى الأفق 2019 طبعا قبل ما ينتهي 2018 في حقيقة لابد أن يعني هي واضحة أن الحوثيين عسكريا تحت ضغط أكبر من أي وقت سابق أنا أعتقد أن هذا الضغط سيستمر خاصة أنه في تطورات في في صعدة يعني وصلوا إلى مران مران هذه تحدث عليها الرئيس عبد الربو منصور هذه من قبل بأنه حلمه عنده أمل بأنه يرفع علم اليمن في جبال مران يبدو أنه هذا سيتحقق في وقت قريب سياسيا سياسيا لن يتم فيه تحقيق أي شيء لأنه كانت الخطة يعني على الأقل في أي وقت قريب كانت الخطة أنه تبدأ بالحديدة بعد ذلك يتم الانتقال إلى الملف السياسي ولكن الملف السياسي لن يكون متاح في أي وقت قريب والسبب ببساطة لأنه الأمور الأساسية اللوجستية على الأرض لا يتم تحقيق أي تقدم فيها موضوع لهنا وما إلى ذلك في دقيقة يعني اتفاق ستوك هولم بالنسبة للحوثيين فرصة كما يقال لالتقاط الأنفاس أم للشرعية لكشف هذا الطرف المعرقل لمسار السلام في اليمن أقل من دقيقة الجانبين صحيحين بالنسبة للحوثيين فرصة لالتقاط الأنفاس وما إلى ذلك الكلام الذي نعرفه بالنسبة للشرعية الشرعية شوف في ضغط كبير ضغط الخارجي وضغط حتى من الشعب اليمني داخل يعني لأن الناس وصلت لمرحلة لأنه خلاص ما عدت تحتمل هذه الميليشيات أشكرك وديع منصور الإعلامي اليمني كنت معنا هنا في سديوهات سكاينيوز عربية في وضبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا